الجيش المصري يعلن الاستعداد للتدخل من أجل العراق وعاجل رسائل هامة من الرئيس السيسي لأصحاب سد النهضة وعاجل جدا مصر تقترب من إطلاق أول قطاراتها الكهربائية الخفيفة وورد إلينا نتنياهو سيزور مصر قريبا بعد تلاقيه دعوة من الرئيس السيسي في البداية نرحب بحضراتكم في فيديو جديد وأخبار جديدة في قناتكم مصر ميديا آي إي بي عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله يا جماعة الخير جمعة مباركة على حضراتكم فجروا زرار اللايك والاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو لو انت على الفيسبوك اعمل لنا متابعة للصفحة عشان يجيلكم أهم الأخبار واللي بيحب مصر ووطني هينزل اكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوز أشوف التعليقات فيها تفجير بكلمة تحيا مصر ويلا نبدأ مع بعض في التفاصيل وأول خبر مهم معانا وعاجر رسائل هام من الرئيس السيسي لأصحاب سد النهضة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل هام عبر الحوار الذي أجراه مع لوفي جارو الفرنسية في ختام زيارته لباريس قائلا سد النهضة يمثل مصدر تمية مشروعة لإثيوبيا لكن ملء السد بشكل أحادي يخالف قواعد القانون الدولي ويهدد مئة مليون مصري ومتمسكين بالحل القانوني وفيما يتعلق بإثيوبيا قال الرئيس السيسي إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتمية المشروعة إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي يهدد إمدادات المياه في مصر وأضاف نحن نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان أي يحفظ حقوقنا في المياه وبعد عشر سنوات من المفاوضات حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق المصدر معنا كان من صحيفة الموجز منتظر رأي حضركم مخصوص هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف خبر تاني ولكن في منتهى الأهمية والجيش المصري يعلن الاستعداد للتدخل من أجل العراق أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي استعداد مصر لمساعدة العراق في تأهيل المصانع الحربية العراقية وإنشاء مصانع جديدة وأكد الوزير المصري خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي منه العزيز محمود أنه تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي المصري للجانب العراقي وأكد المنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفذها وأكد مرسي على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية واستعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها وكذل معاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية المصدر معانا كان من RT والأهرام هنا نجد أن الجيش المصري يحاول مساعدة العراق لتنهض من جديد وترجع العراق بتاعت زمان القوية جدا تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية وورد إلينا نتنياهو سيزور مصر قريبا بعد تلاقيه دعوة من السيسي المصدر معانا من RT من المرجح أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مصر في المستقبل القريب بعد أن تلقى دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسب ما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها إن الزيارة رسمية وقد تتم خلال الأيام المقبلة وستركز المحادثات على عدد من أقضايا الإقليمية بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الأمنية السنائية في مواجهة التهديد الإيراني كما سيناقش الجانبان إمكانية استئناف محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين وكذلك الجهود المصرية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بالإضافة إلى تنصيق سياساتهما قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة وبحسب المعلومات فإن مصر قلقة من أن الإدارة التي سيقضها بايدن ستسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران المصدر كان معنا من آي 24 نيوز وارتي منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر العاجل والهام جدا في مصر تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية معنا عاجل جدا مصر تقترب من إطلاق أول قطاراتها الكهربائية الخفيفة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر سور أعمال تنفيذ قطار القاهرة الكهربائي كايرو الارتي وهو أول قطار كهربائي خفيف في الجمهورية وتنفذ مصر القطار الكهربائي المعلقة الأول من نوعه في البلاد بعدد 16 محطة وستبلغ سرعته 120 كم في الساعة وبتكلفة 2.5 مليار دولار وسيبلغ طول المصار الخاص بالقطار 90 كم ويتسع لنصف مليون راكب يوميا وستكون أول رحلة للقطار في كتوبر 2021 وسيعمل على الخط 22 قطاراً وسيربط المدن الجديدة العبور والمستقبل والشروع ونيوه اليبلس وبدر والروبيكي وحضائق العاصمة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة مع متر أنفاق قاهرة ليساعد على تعمير تلك المدن وتخفيف الزحام عن القاهرة المصدر معانا كان من RT منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعجل طبعاً أنا متحمس للكايرو RT ده قطار الكهرباء الخفيف لأن أنا ساكن في مدينة العاشر من رمضان وأبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة يعني 30 كم فلما القطار الكهرباء ده يخش إن شاء الله مدينة العاشر من رمضان فده شيء سيكون كويس وجميل جداً منتظر رأيكم في هذا الخبر تعالوا نشوف مع بعض التعاون المصري العراقي مصر تساند العراق من أجل مستقبل أفضل للعرب أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عزمها توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهجرة والمهاجرين وذكر بيان حكومي عراقي أن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق بحثت مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيل مكرم آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع ملفات المهاجرين والمهجرين وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعامل مع المهاجرين وتضع ضمن أولوياتها على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي إنهاء ملف النازحين وإعادة الاستقرار وإغلاق جميع المخيمات وأشر إلى أن الوزارة عازمة على تحقيق تعاون سنائي مشترك لتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية خاصة لما لها من نجاحات في ملف المهاجرين وبطع استراتيجية خاصة للاستفادة من العقول المهاجرة في المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية في تلك المرحلة المصدر معنا كان من RT منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل طبعا هذا سيعود بفائدة كبيرة جدا على مصر والعراق نتمنى إن شاء الله يعني الخير لمصر والعراق تعالوا نشوف خبر تاني في منتهى الأهمية والرئيس السيسي يوجه بتوزيع لقاح كورونا مجانا أكد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا وقال هيكل في تصريحات صحفية له إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن وبعض الفئات التي تمثل الإصابة قطورة على حياتهم وأكد هيكل أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات وأضاف وزير الدولة للإعلام في مصر أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني المصدر معنا كان من RT طبعا خطوة جميلة جدا نجد الرئيس السيسي بيوجه بإعطاء كل المصريين لقاح فيروس كورونا مجانا ده شيء كنت أنا أتوقعه نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المصابين من فيروس كورونا في مصر إن شاء الله ونتمنى الوقاية إن شاء الله لكل المصريين من هذا الفيروس تعالوا نشوف خبر يعني أخير ولكن مهم ومصر تمد السعودية بآثرها الفرعونية نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرر الحكومة المصرية بالموافقة على عرض 84 قطع أثرية بمعرض شطر المسجد في السعودية لمدة عامين وستعرض القطع المصرية بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 28-11-2020 حتى 30-11-20-22 متضمن مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن وحددت المادة الثانية أن تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والأثار المصرية من تاريخ بدء الإعداد المعرض وحتى عودة القطع سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية المصدر معانا من وسائل إعلام مصرية طبعا ده شيء خطوة جميلة جدا لمصر والسعودية هذه الخطوة فمنتظر رأي حضرككم في هذا الأمر ويجينا للهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا آي إي بي إن شاء الله شوفكم في فيديو يعني جديد وأنشرت أخبار جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته